أكد وزير الخارجية سمح شكري أن مصر تعاول على الدور المأمول من المملكة المتحدة للضغط على الجانب الإسرائيلي للتوقف عن تحركته لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وخلال لقائه نظيره بريطانية ديفيد كاميرن على هامشي اجتماعات وزراء خارجية الدول مجموعة العشرين أكد شكري على ضرورة انخراط إسرائيل بجدية في الجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة وتحقيق الوقف الفورية لإطلاق النار في قطاع غزة كما تناول الطرفان مكمل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والمملكة المتحدة مع التأكيد على أهمية تطوير مختلف أوه التعاون بين البلدين بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما كما أشاد الوزير سمح شكري بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين